اه هكذا انتهينا من جرد البضاعة يا محمود نعم يا سيدي سأغيب في رحلتي سبعة أيام وتركت لك كتابا فيه كل الديون التي لنا والديون الأخرى التي علينا سأجعله معي دائما إذا جاءك أحد من الدائنين فادفع له فورا وماذا عن المدينين؟ رفقا بهم يا محمود الناس في ظروف صعبة هذه الأيام الله المستعان آه قبل أن أرحل يجب أن تنتبه إلى شيء مهم بعض من هذه الملابس فيه عيوب صناعة عليك ألا تبيعه بسعر الملابس السليمة يجب أن تنبه الزبائن إلى ذلك وتبيع الثوب المعيب بنصف ثمن السليم حتى لو غفل الزبون لو غفل الزبون لن يغفل الله يا محمود سبحانه مطلع علينا وإذا عصيناه في تجارتنا فلن يبارك لنا فيها اطمئن يا سيدي سأنبه الزبائن إلى الأثواب المعيبة وسأبيعها لهم بنصف الثمن إن شاء فتح الله عليك السلام عليكم يا شه بندر التجارة عليكم السلام يا سيف الدولة جئتك من سفر طويل لأحقق الحلم الجميل أي حلم تقصد؟ البضاعة التي وعدتني أن تبيعها لي كان موعدك معي منذ أسبوع لقد تأخرت عني كثيراً ولكن جاءني تاجر بالأمس وبعتها له ولماذا لم تنتظرني؟ ظننت أنك لن تأتي واحتجت ثمن البضاعة في صفقة أخرى ومات الصفقة القادمة؟ بعد ستة أشهر بإذن الله وماذا أفعل في الأشهر الستة؟ إن ما لدي من بضاعة لا يكفيني سوى شهر واحد فهل أغلق محلي وأبقى في بيتي منتظراً الصفقة القادمة؟ قل لي ما ثمن هذا الثوب؟ هذا الثوب بألف يدرهم كثير ثمنه باهظ جداً بل يستحق أكثر من ذلك انظر إلى نسيجه ودقة صنعه أشتريه منك بألف درهم لا والله لا يكون أنا ضيفك وعليك إكرامي والقافلة سترحل بنا خالاً عائدة إلى اليمن من أجل الضيافة سأعطيه لك بألف وخمسمائة درهم أقل من ذلك سيعاقبني سيدي صاحب المحل حسناً هذه ألف وهذه خمسمائة درهم وهذا هو الثوب مبارك عليك سأسرع لألحق بالقافلة تعود سالماً غانماً بإذن الله ما هذا؟ يبدو أنني بعت للرجل ثوباً من الأثواب المعيبة حقاً إنه منها يا لك من أحمق يا محمود ماذا ستقول لسيدك عندما يعود؟ الطعام يا أبي لست جائعاً أنت لم تأكل منذ عدت من السفر ضاعت الصفقة يا أسماء قدر الله يا أبي تكاسلت حتى ذهبت البضاعة لتاجر غيري لا والله مدام في العمر بقي فلتنتظر صفقة أخرى بإذن الله الصفقة القادمة بعد ستة أشهر هكذا قال شهبندر التجار ولكنك لا تدري ماذا يخبئ الله لك؟ ماذا تقصدين؟ ربما تأتيك صفقة أخرى من حيث لا تحتسب وماذا أفعل حتى يتحقق هذا الحلم الصعب؟ تعود إلى محلك من الغد وتمارس عملك ستنفد البضاعة قبل شهر وسأغلق المحل رغماً عني أحسن الظن بالله وتفائل بالخير تجده إن شاء الله ونعم بالله أنت يا أبي الذي علمتني أن مع العسر يسرى ومجتمع عسراني على يسر واحد معك حق هكذا قال الله ورسوله وصدق الله ورسوله سيدي حمداً لله على سلامتك شكراً يا محمود قل لي كيف صار العمل في غيابي صار بألف خير بعت نصف البضاعة تقريباً نصف البضاعة في عشرة أيام فقط؟ ظننتك ستسعد بهذا الخبر كنت سأسعد لو عدت ببضاعة غيرها لا يعلم الغيب إلا الله دع عنك حزنك وتعال نبيع ما تبقى لدينا حتى يرزقنا الله بغيرها هل بعت الثوب الذي كان معلقاً هنا؟ نعم بكم بعته؟ بألف وخمسمائة در كيف؟ إنه ثوب معيب ولا يستحق سوى ثلث هذا الثمن تقريباً والله يا سيدي ما تنبهت إلى عيبه إلا بعد أن بعته ولمن بعته؟ لرجل يهودي ليس من أهل المدينة ضلني على مكانه لا أعرف له مكاناً لابد أنه سيكتشف عيب الثوب ويعود إلينا ليسترد حقه حينها ستقسم له إنك لم تقصد خداعة هذا لو عاد أصلاً ماذا تقصد؟ لقد اشترى الثوب بالأمس ثم أسرع ليلحق بقافلته وعاد معها إلى بلده أواثق أنت من ذلك؟ نعم هو الذي أخبرني وأين بلده؟ قال لي إنه من اليمن إذن سألحق بتلك القفلة من الآن علني ألتقي به في الطريق تسير وحيداً في الصحراء كل هذه المسافة من أجل أن تعيد لليهودي ألف درهم نعم لا أستطيع أن ألقى ربي وفي رقبتي ذنب بألف درهم انطلق التاجر سيف الدولة في الصحراء يبحث عن قافلة اليهودي ليعيد إليه ماله الجو شديد الحرارة والسفر طويل ظل التاجر سيف الدولة على ناقته في الصحراء كلما وجد قافلة سألها عن الرجل اليهودي فلا يجده معهم حتى وجد في اليوم الثالث قافلة توقفت لتستريح على الطريق السلام عليكم مرحباً لم يردوا بتحية الإسلام فعرف أنهم غير مسلمين من أنت؟ أنا تاجر من الشام وأبحث عن رجل يهودي كلنا يهود إذن ربما أجده بينكم من هو؟ شخص اشترى ثوباً من دكاني باعه له مساعدي قبل أن ترحل القافلة بلحظات عائدة إلى اليمن قافلتنا عائدة فعلاً إلى اليمن حمد لله لم يكن يعرف مساعدي أن الثوب معيب وأريد أن أعطيه فرق السعر يا رفاق هل بينكم من اشترى ثوباً من الشام قبل أن ترحل القافلة بلحظات؟ نعم أنا بكم اشتريته؟ بألف وخمسمائة درهم الحمد لله أني عثرت عليك أخيراً إنه ثوب معيب وهذه ألف درهم لك فرق السعر بينه وبين الثوب السليم ولكني لم أجد به عيباً وكذلك مساعدي ولهذا باعه لك معتقداً أنه سليم وهل خرجت من الشام تبحث عني طيلة هذه الأيام وتتحمل كل هذه المشقة من أجل ألف درهم؟ بل من أجل أن أعطيك حقك ولا أحمل ذنبك إلى يوم الحساب والله ما رأيت أحداً في خلقك ما الذي دفعك إلى هذا؟ ديني الإسلام قال الله في كتابه الكريم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون صدق الله العظيم ما أجمله من كلام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا أراك ساكتنا مد يدك وخذ نقودك والله لا أدري ماذا أقول لك بعدما أخجلتني بصنيعك وجميل كلامك ماذا تقصد؟ لقد أعطاني مساعدك ثوباً معيباً وعطيته دراهم مزيفة مزيفة؟ اعتمدت على أن القافلة ستغادر في الحال ولن يجد فرصة كافية لاكتشاف زيفية يا الله يا الله ولما رأيتك الآن اعتقدت أنك تعقبتني لتردها لي وتأخذ ثوبك وخشيت الفضيحة أمام رفاقي ولماذا اعترفت لي الآن بأنها مزيفة؟ لما رأيت حسن خلقك خجلت من سوء خلقي حسن خلقي ليس من نفسي أنا أيضاً كنت أزيف وأغش في تجارتي حتى هداني الله وصرت أتعامل مع الناس بتعليم الإسلام إذن سأرد إليك ثوبك وسأزيدك فوق ذلك بأن أدخل في هذا الدين الذي جاء بك إلي الآن تدخل في الإسلام؟ نعم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله